خليني هبدأ معك ده على بركة الله على بركة الله ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله هيسدد خطانا لازم نبقى متفقين على مجموعة من المبادئ إذا سمحتولي مبادئ مش متعلقة بشغلتي ولا متعلقة بالسنة الجديدة ولا حاجة متعلقة بقضيتنا المركزية ألا وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة قضيتنا المركزية واللي بدأت مع ظهور العصابات الصهيونية ويمكن مصر كان لها دور عظيم ولا زال وبدأ من البداية خالص لهذه القضية ويمكن مصر كانت أكبر وأهم وأول المتصدين لهذا الاستيطان وهذا النشاط الاستيطاني والنشاط العصابي اللي كانت بتعمله العصابات الصهيونية من بدايات القرن العشرين وللأسف لحد دلوقتي بس دلوقتي تحت مسمى آخر اسمه جيش الدفاع مصر هي اللي دعت مصر هي اللي دعت ليه التصدي لهذا الكيان من سنة 48 في حرب 48 حصل اللي حصل ولم نكلل بنصر كلنا وللأسف الشديد هذا العدوان أو هؤلاء الأعداء أو هؤلاء العصابات قدرت إنها تسيطر على أجزاء واسعة جدا من الأراضي الفلسطينية ويمكن أنا عرضت لحضرتك قبل كده خريطة أنا بظنها الخريطة الأهم والأخطر في تاريخ هذا الصراع التطور من أول فلسطين وهي حرة ثم فلسطين وهي تحت سيطرة بعض العصابات فلسطين سنة 48 فلسطين في 67 فلسطين nowadays زي ما بتقال في هذه الأيام وبعد أفكر كتير حقيقي مش هزار ماذا لو لم تكن الإدارة المصرية الحالية هي الإدارة المصرية الحالية يبدو السؤال فلسافي صح؟ لا هو مش فلسافي ولا حاجة لأن أنا هاعد أفكر معاك كتير هل إحنا مواقفنا تجاه القضية طول الوقت كانت مواقف داعمة؟ آه آه اختلف كيفما شئت معك كل من سبق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن طول الوقت كانت مواقفنا المصرية مواقف شديدة الدعم والمؤاذرة للشعب الفلسطيني في حقوقه التاريخية والطبيعية والإنسانية والسياسية وحقه في الاستقلال بالدولة لازم بيبقى متفقين على دا إنه دا الخط اللي مشت عليه الدولة طول الوقت من الملك فاروق للرئيس محمد نجيب للرئيس جمال عبد الناصر للرئيس محمد أنور السادات لمبارك وصولا إلى الرئيس السيسي لكن الطريقة التعامل ويمكن تحديدا في الجولة دي مش هقولك بقى طريقة التعامل 2014 هو طريقة التعامل مع هذا الملف وهذا الصراع العربي الصهيوني التاريخي والمرير وهو الصراع الأطول الأطول في الإنسانية الأطول أطول صراع سياسي في العصر الحديث في حروب كانت بتقوم ساعات بتقعد قرن من الزمان زي حرب المائة عام ويمكن إحنا تقريبا تخطينا كمان حرب المائة عام لأن إحنا عملينا هو الصراع مش عمره من 1948 أنا أقولك الصراع بادئ من بدايات القرن العشرين على إيد العصابات الصهيونية اللي جات ودبحت أهلنا في فلسطين واخترعوا الكذبة الكبرى الفلسطينيين باعوا أراضيهم ولم يحدث لأنه ما تم بيعه كانت حركات بيع طبيعية من ناس لناس بصرف النظر عن الديانات ولم تتعدى نسبة الأراضي المباعة من الأراضي التي تم احتلالها واللي استلاء عليها 0.8% تبقى لبعض الإحصاءات وإحصاءات أخرى بتتحدث عن حوالي 1.5% فقط لغير مصر في الجولة الأخيرة اتعاملت بحكمة وضبط نفس لم يكن له في السابق شبيه ده واحد اتنين مصر اتعاملت في هذه الجولة الأخيرة اللي هي بدأت من يوم 7 أكتوبر والحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي اتعاملت مش بس بحكمة اتعاملت أيضا بحسم سياسي وحزم برضو لم يسبق له نظير خد بالك إنه ممكن يبقى في أيام أخرى في آونا أخرى في أزمنا أخرى كان ممكن يبقى طريقة التعامل فيها كم من الغضب وبالتالي يحمل تهور عسكري لو صح التعبير وفي أيام أخرى تحمل التخطيط وده اللي حصل في حرب الاستنزاف في 73 وفي أيام أخرى حملت الحزم والحزم السياسي وده اللي شفناه من يوم 7 أكتوبر بالتحديد مش بس كده هي فكرة إنه تبدت قوة مصر السياسية في هذه الفترة يعني ممكن كنت تلاقي يوسف وكل الزملاء الكرام والأعزاء بيتكلموا على قوة مصر وعودة حيويتها السياسية مرة تانية من 14 لحد 23 وهنتكلم كتير أطراف إقليمية وغير إقليمية وأطراف دولية على الموقف والرؤية المصرية مين كان يتصور؟ طيب تلاتة مين كان يتصور إن مصر تستطيع أن تبدل في المواقف بتاعة دول أوروبية كبرى منها على سبيل المثال فرنسا ومنها على سبيل المثال أسبانيا مين كان يتصور إن مصر تستطيع أن تبدل ولو شيء وإن كان ليس باليسير ولا بالبسيط من التوجه الأمريكي ناحية القضية وإحنا بنتكلم على واشنطن وهي عاصمة القرار الأقوى على الأقل ظاهرا أن من أبناء إنها لندن يعني بس واشنطن فتغير من وجهات نظر واشنطن على الأقل في بعض الإجراءات والتكتيكات وفي النظرة العامة لتصل إلى اعتراف واشنطن بأنه يجب ضرورة وقف هذا العدوان على الأراضي الفلسطينية بل وإن واشنطن تبدأ تتكلم بجد على حل الدولتين مين كان يتصور إن مصر هتقدر تعمل الأربع أو الخمس خطوات دول بمعنى إنه مين كان يتصور إن مصر وصلت قوتها السياسية لكده التحييد اللوبيينج وهو نسج التحالفات بل وتغيير وجهات نظر لعواصم صنع القرار الدولي مين مصر بتاخد بقى خطوة وبتكمل لو تفتكر إحنا كان عندنا القمة المصرية الأردنية الفلسطينية واللي كانت هتبقى الأمريكية بحدود جو بايدن جو بايدن ركب الطيارة جاء على المنطقة ظن أنه سوف يلتقي بالرؤساء العرب الثلاث فكانت مصر الحقيقة واضحة جداً واستطاعت أن تحصل على اقتناعات عربية أيضاً من الزعيمين العربيين أو القائدين العربيين بعدم مقابلة جو بايدن وأنا برجع وبقول لك للمرة الخمستاشر مليون أول مرة رئيس أمريكي يأتي للمنطقة بغرض عقد قمة مع زعيم أو زعماء من زعماء المنطقة فيرفض. ما يرفض أول مرة ما حصلتش من ساعة ما بقى في حاجة اسمها علاقات عربية أمريكية ما حصلتش مين اللي دفع في هذا الاتجاه وأقنع الدولتين الشقيقتين مصر خدت القرار واخد بالك قرار شجاع وجريء وجسور عرف جسور قرار جسور ترجمة نانسي قنقر